بسم الله الرحمن الرحيم سنتعرف الآن على الفروقات ما بين برنامجي Microsoft Office و Microsoft Office 365 من خلال استعراضنا لكل منهم من حيث الخصائص والمميزات ولنبدأ أولا ببرنامج Microsoft Office هذا البرنامج هو عبارة عن مجموعة من البرامج الموجودة لديك على الديسكتوب وهو عبارة عن منتج تقليدي جدا من منتجات شركة Microsoft حيث تقوم بتثبيته على جهازك شركة Microsoft اعتادت أن تصدر كل ثلاث سنوات إصدارا جديدا من حزمة Microsoft Office حيث تضيف لها بعض الإضافات الجديدة بحيث تجعلها مميزة عن الإصدار السابق لها فمثلا نجد الإصدارات السابقة 2007 2010 2013 2016 2019 كل منها يختلف قليلا ويكون أفضل من الإصدار السابق وكل عدة إصدارات نجد اختلافا كبيرا فمثلا 2007 يختلف اختلافا كليا عن 2013 الذي يعتبر بداية الطفرة الحقيقية في هذه الإصدارات بينما نجد تقاربا ما بين 2007 و2010 كما أن هناك تقارب كبير بين إصداري 2013 و2016 حزمة Microsoft Office يتم شراءها من موقع Microsoft أو من أحد الموزعين المعتمدين لها عملية الشراء تتم لمرة واحدة بمعنى أنك تشتريها وتثبتها على الجهاز تظل تعمل معك دول العمر ولا تجدد الشراء لنفس النسخ لكن الغير جيد أنه عند إصدار الشركة لإصدار جديد لا يمكنك عمل ترقية وبالتالي تكون مضطرة لشراء الإصدار الجديد كما أن النسخة التي تشتريها تكون متاحة فقط لجهاز واحد سواء كان جهاز Windows أو Mac أيضا الحزمة تحتوي على عدد محدود من البرامج مثل الويرد، الإكسل، الباوربوينت، والأكسس فقط لغير والآن مع Microsoft Office 365 والذي يختلف اختلافا كبيرا عن Microsoft Office التقليدي والعادل الاختلاف ليس في الشكل ولا في المكونات ولكن في المميزات هذه المميزات التي يمكن الحصول عليها عند الاشتراك فيه نعم، في حالة Microsoft Office 365 أنت لا تشتري، بل تستأجر بمعنى قيامك بدفع مبلغ معين بشكل شهري أو سنوي حسب اختيارك للحزمة من أجل الحصول على عدد من المميزات التي تتيحها شركة Microsoft للمستخدمين مع استخدام Office 365 وفي هذه الحالة أنت تكون مستخدما دوما ودائما لأحدث الإصدارات تحصل على جميع التحديثات والتحسينات كما أن الاشتراك سيوفر لك أيضا مساحة تخزينية سحابية على الإنترنت هذه المساحة تستطيع أن تخزن عليها ملفاتك المختلفة من خلال الحصول على برنامج OneDrive والذي يعطي مساحة تخزين سحابية يمكن أن تصل حسب نوع الاشتراك إلى 5 تيرابايت وذلك حسب نوع الأوفيس الذي تشترك فيه كما أيضا من المميزات أنه يوفر لك 60 دقيقة اتصالات شهرية من خلال برنامج SkyBee Business كما يمكن لك نقل نسختك من جهاز إلى آخر بمعنى أنك قد استأجرت النسخة وقمت بتثبيتها على أحد الأجهزة المعينة وبعد ذلك أردت أن تغير عملك من هذا الجهاز إلى مثلا من ديسكتوب إلى اللابتوب المتنقل الخاص بك ويمكنك في هذه الحالة إزالة النسخة من على الجهاز الأساسي أو الأول ثم تثبيتها على الجهاز الثاني يوجد ثلاثة أنواع من Microsoft Office 365 النوع الأول الشخصي أو النوع البرسونل هذا النوع هو اشتراكه السنوي هو الأقل لأنه محدود بمعنى أن هذا النوع خاص باستخدام شخص واحد فقط تبلغ قيمة اشتراكه السنوي حوالي 80 دولار ويمكن استخدامه من خلال أحد أنواع الأجهزة الثلاثة إما كمبيوتر أو تابلت أو الهاتف الزكي النوع الثاني وهو النوع العائلي أو ما يسمى هوم هو مخصص للعائلات بمعنى أن هذه النسخة هي عبارة عن خمس نسخ هذه الخمس نسخ يمكنك تحميلها على خمس أجهزة سواء كانوا هؤلاء الخمس هم كمبيوترات أو خمس أجهزة لوحية أو هواتف زكية أو الدمج ما بين الأنواع المختلفة تكلفته تقريبا 110 دولار سنويا النوع الثالث وهو النوع المهني المسمى بيزنس هو أعلاهم في قيمة الاشتراك والمميزات حيث أنه أكثرهم قيمة حيث يحوي العديد والعديد من البرمجيات والمميزات كما أنه يتيح لك تنزيل وتثبيت 15 نسخة من الأوفيس المكتبي حسب الإصدار المتوفر لخمس أجهزة كمبيوتر وخمس أجهزة لوحية وخمس هواتف زكية ومن مبادرات شركة مايكروسوفت العالمية في دعم مجال التعليم أنها قد أتاحت هذا النوع من الاشتراك بميكروسوفت أوفيس 365 لكل الهيئات والمؤسسات التعليمية في العالم مجانا سواء للمعلمين أو للطلاب وذلك من خلال حسابهم الخاص بالمؤسسة التعليمية التابعين لها والآن ننتقل إلى السؤال الكبير أي هذه الأنواع هو الأفضل؟ وننتكلم هنا عن الاشتراك أو عن النسخة التي تقوم بشراءها أنت الشخص الوحيد الذي يمكن أن يحدد ذلك أما بالنسبة لي وبعيدا عن كون شركة مايكروسوفت قد أتاحت لي اشتراكه مع مايكروسوفت أوفيس 365 كمهني في مجال التعليم مجانا فإنني كنت من قبل ذلك دائما من بدء وجود هذا البرنامج وأنا أعمل عليه فهو بالنسبة لي الأفضل لماذا هذا ما سأجيب عنه في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر